عشان نعرف تفاصيل أكتر عن مباراة الودية كمان بالتحديد اللي بتقام حالياً في أستاذ مختار التيش بالنادي الأهلي بالجزيرة خلينا نروح سريعاً ليه زميل العزيز شريف شعبان شريف مسائل خير عليك طميننا الأخبار إيه عندك يا شريف خلينا أقول لك أن المباراة الودية للأهلي بيستهل أول مبارياته الودية يستهل بعد السنة من الموسم الجديد مع فريق المتحدة يمكن نادي الأهلي كان الحريص أو في علم الكورة أما بديك الثلاثة للعب أول مباراة والدية لازم يكون أمام فريق ضعيف عشان ما يحصل لك إصابات ما يحصل لك إجهاد للعابتك ففعلاً هم أختاروا فريق اسمه المتحدة يمكن الأمباراة تصحيح ده أبدأ بعد قليل إن كان بيدرها تحكمياً الحاكم طبعاً الدولي محمد الحنفي حبيت أقول لك التشكيل النهاردة النادي الأهلي بيبدأ في حراسة المرضى آه مهمة أودة آه علي لطفي في حراسة المرضى أمامه أربعة أدنين مساكين رامي ربيعة ومحمد عبد المنعم موليد التسعة وتسعين عالمين باسم علي وعلى الشمال عالم علول يديفندرين يشام محمد وبيجانبه الناشئ موليد الفين وواحد عربي بدر أمامه مسؤولاتي محمد شريف جونير عجيح حسين الشحات وفي الهجوم عمر جمال يمكن تشكيل شفنا فيه عنصرين من الناشئين موليد تسعة وتسعين متمثل محمد عبد المنعم السيردباك والديفندر عربي بدر موليد الفين وواحد يمكن الرجل زي ما قلتلك آه وقلت الزمي محمد سعيد عبد الكلاوت إن الرجل معجب جدا بناشئين نادي الأهلي وإن الفترة المقبلة هيبدأ يدي لهم ويبدأ يعتمد عليهم وبالساعة للنهاردة في أول تجربة ودية لي آه بيبدأ بيه أثنين من القطاع الناشئين المميزين جدا معه على ديكة طبعا كل الكروت يمكن قبل بداية المباراة كان بيتاهل مؤمن كان بيتاهل حسين تمرين النهاردة لمشطفى الشوبير النهاردة بينزل بيشارك برضه في التمرينات أحمد علاء عصر كتبا النهاردة برضه بيتاهل حوالين الملعب ممكن حالا بدأت المباراة الودية أو المباراة الودية للنادي الأهلي في بداية خطوة مشوار فترة الأعداد طيب شريف الدكة بالنسبة لنادي الأهلي أكيد كل اللاعبين المتاحين أن هم يشاركوا في هذه المباراة متواجدين على الدكة وهيبقى في تغيرات كتير في الشوت الثاني بالتحديد صح؟ آه كله موجود كله موجود كله موجودة وبالجانب كمان باقي اللاعبين المتساعدين من قطاع النشيين يمكن الأوراق كلها متاحة المستلسرتي وباقي جهازه أي منهم ممكن يلعى في أي وقت يمكن من براه ابتلت الآن وزي ما قلت لك هي في بداية خطرة الأعداد لازم لازم علم الأعداد بول كدوة أو علم الكرة بول كدوة لازم يكون فرقة ضعيفة ضدنا عشان تقدر تنفذ عليها طبعا التكتيج بتاعك عشان ما حصل لكش إصابات أو يحصل إجهاد للعيبين الأدي الأهلي أو أي فرقة في قدرة الأعداد كويس شريف أكيد هنتواصل معك تاني عشان نعرف آخر الجديد بخصوص الموبرال والدية بالنسبة للأدي الأهلي بشكرك شكرا جزيلا زماننا العزيز شريف شعبان مرئيس القناة الأهلي